مشكلة مصطلحية لكن الغرب يلعب عليها وأنه ترجم كلمة إرهاب الموجودة في القرآن ترهبون به عدو الله ترجمها بتيروريزم وحطها مقابل تيروريزم فهذا مغالطة لأن مصطلح الإرهاب في القرآن بالعكس هو ناقيد التيروريزم لا ترجم التيروريزم؟ الإرهاب باللغة العربية بس هم ألسقوه بمصطلح الإرهاب في القرآن اللي هو ترهبون به عدو الله فقالوا دين الإسلام يدعو الإرهاب بعد 11 السبتمبر ندوات تليفزيوني نظمت في أوروبا وأمريكا وكتابات ظهرت لا تحترم نفسها تقول المسلمون إرهابيون لأن دينهم يأمرهم بالإرهاب وللأسف الشديد جماعة شيشانية كانت تقاتل الروس في موقع من الإلكتروني كتبه نحن إرهابيون قال تعالى تريبون في عدو الله فغباء المسلمين وأزمة الخطاب عندهم أيضا لها دور ولكن مفهوم الإرهاب في القرآن مفهوم ردعي هو نقيض الحرب لأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالإعداد ليرهابهم عدوهم وهذا المعنى استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة عندما استعرض القوة بطريقة مبالغة في وجه أبي سفيان حتى نهار نفسين ودخل على قومه وقال لقد جاءكم محمد بما لا قبل لكم به وأمر عباس عمه أن يفعل هذا الفعل والقرآن الكريم أشاد بهذا عندما قال وهو الذي كف أيديهم عنهم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعدين أدفركم عليه في حين نشأت معركة بدر لأنه ما وقع إرهاب عندما قال وإذ يريكموه همو إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم فلأن أي من الطرفين لم يرى بالآخر حصلت الحرب ولأن طرفا رهيبا طرفا فإنه لم تقع الحرب حتى هناك لفتة يعني وأعدوا لهم مستطعتهم من قوة ترهبون وليس تقتلون ترهبون نعم من منع طيب سيدي وإعداد ردعي بالأساس نعم